إذن مشاهدين بالعودة إلى موضوع النقاش وللحديث أكثر حول الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الجزائر من أجل القضية الفلسطينية في مجلس الأمن أسعد باستضافة الضيف إذن معي هنا في البلاتو محلل قناة الوطنية نبيل كحلوش أهلا بك شكرا مساعدة إلى الاستضافة مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدين الكرام شكرا لكن بداية منذ عهدتها في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من شهر عادت الجزائر القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعدما تم تغييبها كيف نقيم ربما الحراك الدبلوماسي الجزائري من أجل القضية الفلسطينية نعم لكل حال أن الجزائر حينما تم تصويته على تبوئها لمقعدها المؤقت في مجلس الأمن الدولي كانت قد أصدرت بيانا حددت فيه أولوياتها وأبرز الملفات التي سوف ترافع من أجلها وفي هذه الحالة فإن الجزائر قد أظهرت للعالم بأسره أنها وفية للمبادئ وكذلك للمشاريع التي طرحتها بنفسها من الأول هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الجزائر حينما تبوأت لمقعدها أتت في سياق معقد جدا للمستوى الدولي معقد أكثر محتى من الحرب الأوكرانية الجزائر في جونفي 2024 حينما تبوأت مقعدها كانت قد مرت عدة أسابيع من الحرب في غزة من العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بمعنى أنها قد أتت وهي تحمل مسؤولية أولا أخلاقية بحكم الارتباط الاجتماعي والحضاري بيننا وبين الفلسطينيين وثانيا مسؤولية سياسية لأنه من بين الأهداف التي وضعتها أن الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية سيكون مطروحا بقوة فأتت الجزائر وجدت أن الملف مطروح أسرا فعلا بقوة يعني بحكم حتمية الحرب ولهذا الجزائر وجدت نفسها أمام وضع دولي معقد أولا يتميز الوضع الدولي العام حاليا بالضبابية واللاياقين فالحلفاء والأصدقاء باتت الخطوط الفاصلة بينهم أشبه بالخطوط الوهمية وأصبحت رفعة جدا في أي لحظة يمكن أن يتحول الشقيق إلى عدو ومجلس الأعلى للأمن الجزائري قبل عدة أسابيع كما رأينا بأنه قد وصف تصرفات دولة عربية شقيقة بين قوسين بأنها تصرفات عدائية وبالوقت نفسه نجد أن هناك دولا ربما قد كان تحسب أنها عدو أو أنها خصم سياسي وغيره أصبحت تتخذ مواقف مشرفة فيما يخص القضية الفلسطينية وأذكر على سبيل المثال وبكل صراحة فرنسا حيث أن أداءها السياسي أصبح متوازنا إلى حد ما في الأوين الأخيرة ولم تعد تلك الدولة التي تدعم الكيان الصهوني بشكل مطلق على المحافل الدولية وها نحن قد رأينا أنه بدأت حتى بعض الخصومات السياسية ما بين تل أبيب وما بين باريس ومؤخرا طرحت أيضا فرنسا ما يسمى بوثيقة باريس من أجل حل الأزمة في غزة اليوم فلهذا أعتقد بأنه فعلا هناك الكثير من الموازن التي انقلبت ولكن ما هو دور الجزائر وكيف يمكننا أن نقيمه في ظل كل هذه التغيرات أولا دور الجزائر كان عبارة بلغة جيوسياسية دور القوة الوسيطة بمعنى أنه للجزائر قوة عسكرية لا بأس بها وكذلك وزن استراتيجي وجيوسياسي في المنطقة معروف ولكن في الوقت نفسه بنزعة سلمية في مثل هذه القضايا لكي تكون ذات دور واسيطي ما بين القوى الكبرى وبين القوى الصغرى وكذلك بين الدول الكبرى في حد ذاتها وهذا هو الذي نراه حاليا على مستوى مجلس الأمن الدولي أن الجزائر تعمل على تقريب وجهة النظر مع مختلف الدول التي تمتلك حق الفيتو هذه فيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بدور الجزائر أما المتعلقة بالأمر الثاني كيف نقيم بكل صراحة لحد الآن أدوة التقييم غير كافية لأن الجزائر قبل شهر واحد فقط بدأت عهدتها ولازال الوقت والشوط طويلا جدا في هاتين السنتين مع الكثير من المتغيرات التي قد تدخل على الخط مثل المتغيرات الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية والكثير من التغيرات التي سوف نشهدها أيضا على مستوى العالم قد تحدث أزامات أخرى قد تحدث حروب أخرى يمكن أن يتعقد الوضع أكثر مثلما يمكن أن نذهب إلى سلم دولي ولو نسبي واستقرار استراتيجي نسبي في السنتين القادمتين ولكن دور الجزائر لحد الآن من النحية الأخلاقية والسياسية رفيع المستوى أولا لأنها تعتمد على المبادئ القانونية وليس على الحسابات السياسية وقدم مثالا عن ذلك تكلمت عن ثهجير القصري انطلاقا من المادة 49 لاتفاقية جوناف الرابعة تكلمت على أنه ممنوع منع باتن هو جريمة ضد الإنسانية حينما تكلمت أيضا على وقف اطلاق النار فقد استندت على مخرجات محكمة العدل الدولية وهذا هو الذي يحرج الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن في مجلس الأمن الدولي أنه لو يستخدم حق الفيتو سوف يستخدمه ليس ضد الجزائر نفسها وإنما ضد حكم من أحكام جهاز من أجهزة الأمم المتحدة المتمثل في محكمة العدل فلهذا عمل الجزائر معاقد جدا ولكنه مجهود تشكر عليه وسوف يحسب لها التاريخ كل هذه المجهودات في وقت نستطيع القول أن حتى كلمة الحق أصبحت جريمة عند الكثير من الأوساط طيب لنعد ربما إلى مشروع القرار الثاني الذي قدمته الجزائر لدى مجلس الأمن الذي يطالب بضمان وصول المساعدات الطبية ووقف اطلاق النار ووقف كل الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية وكل الأعمال العدائية ضد المدنيين ويأتي هذا المشروع في وقت وصلت المفاوضات بين حماس وسلطات الاحتلال إلى مراحل متقدمة إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذا المشروع ربما تأثير في مسار وقف العدوان لحد الآن هذا الملف لازال معقدا لماذا ولكن سأحاول تبسيط المفاهيم لماذا حارضت الجزائر ووقف أو مشروع وقف اطلاق النار بعد هذه المدة وبعد صدور أحكام محكمة الدولية وليس قبلها سؤال ثاني لماذا واشنطن منزعجة وقالت بأنه سيؤثر على محادثة غزة وما هي هذه المحادثات هذه الأسئلة الثالث سأحاول إجابة عنها باختصار أولا الجزائر طرحت في البداية مشروع منع التهجير القصري ولم تطرح مشروع وقف اطلاق النار لماذا حتى لا يظهر بأنه مشروع سياسي وإنما طرحته حاليا بعد مجهودات دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وبعد صدور أحكام محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير المؤقتة حتى يكون المشروع الجزائري مشروعا قانونيا أكثر منه سياسي أي وكأنها تقول هنحن نقدم مشروعا انطلاقا من أحكام قضائية وليس من اجتهادات سياسية وهذا هو الذي يحرج جميع الدول هل ترضخ للقوانين وهي كلها عضو في الأمم المتحدة أم أنها تظهر وتكشف وتسقط القناعة عن نفسها بأنها ذات مساومة سياسية وأنها تجعل القوانين تحت الحسابة السياسية وليس العكس الحسابة السياسية تحت القوانين هذا الأمر يحرج الكثير من الدول وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني لماذا واشنطن منزعجة؟ لأنها ببساطة من بين هذه الدول المنزعجة والحاء المحرجة بسبب مثل هذا المشروع أنه مستينت على أحكام قضائية فإذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار وقفة لقنار الجزائري يعني أنها لم تستخدم حق الفيتو ضد الجزائر ولا ضد مشروع تعدولة وإنما استخدمته ضد من؟ ضد جهاز من أجهزة الأمم المتحدة المتمثل في محكمة العدل الدولية وهذا هو الذي يحرج أكثر فأكثر المنظومة الدولية ككل هل هي مستندة على القوانين أم مستندة على السياسات أما النقطة الثالثة نعم فلابد أن ننتبه إلى أن الجزائر في مثل هذا الإطار تعمل على جعل وقفة لقنار على مستوى مجلس الأمم الدولي بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هذا الوقف إن كان كمخرج من مخرجات المفاوضات الجارية في الشرق الأوسط وليس على مستوى مجلس الأمم الدولي حتى تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية نتائج هذه المفاوضات يعني إذا انتهت بوقفة لقنار تقول الكيان الصهيوني أنكم أنتم من شاركتم في مثل هذه المفاوضات في الدوحة بقطر وبالتالي جميع مخرجات هذه المفاوضات تلزيم تل أبيب ولا تلزيم واشنطن فكأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في حرج أمام سياقين أمام سياق مؤسسات قانوني في مجلس الأمن الدولي وأمام سياق استراتيجي ثنائي مع حليفها الصهيوني وهذا هو الذي جعل إلى حد الآن بعض قراراتها متضاربة جدا وموقفها لحد الآن لا يزال ضبابيا نذكر هنا أيضا تصريحات ربما صفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جينجينفيلد الجمعة والتي اعتبرت أن المشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن سابقا قد يعرض للخطر مفاوضات حساسة نعم ولكن هنا أريد أن أنبه إلى هذه النقطة كما استدللت قبل قليل قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جعل وقف اطلاق النار إن تم عبارة عن مخرج من مخرجات هذه المفاوضات وليس عبارة عن قرار أمامي بمجلس الأمن الدولي فلذلك هي محرجة في مثل هذا السياق ولكن هناك نقطة لابد أن ننبهها إليها أو نقطتين على الأقل النقطة الأولى ما هي هذه المحادثات محادثات غزالة تتكلم عنها المسؤولة الأمريكية هي عبارة عن مساومات أكثر منها محادثات لابد أن ننتبه هي عبارة عن مساومات لأن هذه المحادثات قد سبيقتها مساومات اقتصادية للبنان ومساومات اقتصادية لمصر وكذلك تهديدات مباشرة لإيران وأيضا تهديدات مباشرة لكل من العراق والسوريا مع عمليات عسكرية واستخباراتية في هذه المناطق بالإضافة أيضا إلى عدوان جوي على اليمن فلذلك هذه المحادثات لماذا لم تأتي فور بداية الأزمة في 7 أكتوبر أو على الأقل فور بداية العملية البرية الصهيونية في قطاع غزة ورؤيتنا لجميع النتائج الكارثية التي تسببت بها لماذا أتت فقط بعد أن أظهرت المقاومة فلسطينية بأنها صامدة اثنين أظهرت المقاومة عموما بأن وحدة الساحات كمفهوم جيوستراتيجي أصبح أكثر رسوخا بين هذه المحاور ولماذا أتت فقط بعد صدور قرارات محكمة العدل الدولية وكذلك تحرك الجزائر لمستوى مجلس الأمن الدولي لماذا أتت هذه المحادثات بعد كل هذا وليس قبل إذن فنحن نعلم بأن هذه المساوامات أكثر منها محادثات أما النقطة الثانية التي أردت أيضا أن أشير إليها خارج إطار السؤال بطبيعة الحال الأستاذة وبود أن تعذرينني لأنني سأقدم بعض الملاحظات التي قد تكون مسيئة ولكنها واقعية لماذا يتم دائما من طرف الولايات المتحدة الأمريكية استخدام المسؤولين من ذوي البشر السوداء الأفارقة من ذوي الأصول الإفريقية حتى يقوموا بهذه التصريحات الغابية والاستفزازية ولماذا دائما يتم استخدام ذوي البشر السوداء الداكنة سواء من الهنود أو الأفارقة لكي يقدموا مشاريع إجرامية ولإيقاف كل مسارات التسوياء السلمية للقضايا لماذا دائما يستخدمون مثل هؤلاء؟ يستخدمون شخص ذو بشر سوداء من أصول إفريقية لكي يرفع يده في مجلس الأمن الدولي لكي يستخدم حق البيط ثم يستخدمون أيضا وزير الدفاع الأمريكي لكي ينشر الإرهاب في العالم ثم وهو أيضا ذو لون أسود من إفريقيا ثم يستخدمون هذه الكائن مؤخرا لكي تستفز الجزاء بمثل هذه التفاهات أعتقد بأنهم يريدون إرسال رسالة للعالم مفادها أن العبيد يبقون عبيدا وأن هؤلاء الأفارقة وكذلك الهنود في الحقيقة أن تاريخهم المأساوي لابد أن يستمر وكأنهم يحاولون أن يضربوا الأفارقة بالأفارقة هم يعلمون جيدا بأن إفريقيا وكذلك جميع دول الجنوب العالمي يسعى إلى التحرر من الهيمنة الاقتصادية وكذلك العسكرية والأمنية ويسعى للخروج من محاولة حل الأزمات الدولية دائما على أراضيه ومحاولة الخروج من الحرب بالوكالة ولكن دائما يستخدمون مسؤولين بهذه الرمزية السيميولوجية حتى يرسلوا رسائل في منتهى السلبية طيب أستاذ كحلوش ربما كنقطة أخيرة انضمت الجزائر بصفتها عضوا غير دائما في مجلس الأمن الدولي للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لعهدة مدتها سنة كما تم أيضا اختيار الجزائر لتمثيل القرى الإفريقية هل نجحت في رأيكم الجزائر في كسب ثقة الدول الإفريقية من أجل إسماع صوتها؟ الجزائر لم تحظى فقط بثقة الدول الإفريقية بل أثبتت بأنه إفريقيا لا تمتلك أي صوت قوي ما عدا صوت بعض الدول فقط والتي من بينها دولة جنوب إفريقيا والجزائر من قبل كانت هناك مصر ولحد الآن لا زالت مصر ذات وزر جيوسياسي ولكن أوضاعها الاقتصادية وارتباطتها بالديون الخارجية وكذلك الأوضاع المضطربة على مستوى حدودها مع السودان أو حدودها مع فلسطين والكيان الصهيوني وحتى حدودها أيضا مع ليبيا هذه الأوضاع كلها جعلتها تتراجع في أدائها الدبلوماسي الخارجي للأسف بطبيعة الحال لأننا نحتاج لمصر سواء اليوم أو غدا ولكن لحد الآن تبقت الجزائر ودولة جنوب إفريقيا فلذلك حظيت بمثل هذه الثقة لأنها اكتسبتها ببنائها الثقة في العلاقة الدولية لا تمنح الاستهدية تمنح وإنما تبنى الثقة أو أعيد وأقول لا تمنح الثقة تبنى فلهذا الجزائر استطعت أن تبني هذه الثقة فحتى في أزماتها مع بعض الدول من بينها المغرب المجولة لنا الجزائر لم تتجاوز حدودا معينة وهذا هو الأمر الذي يكسبها الاحترام سواء من طرف القريب أو من طرف البعيد في الوقت نفسه يكسبها الكثير من العداء من طرف بعض الدول سواء أكانت خالجية أو إفريقية أو كذلك غربية هذه الدول تسعى لتحجيم الجزائر سواء عن طريق ضربها في عمقها الاستراتيجي المتمثل في الساحل أو عن طريق كذلك ضربها في الحلقة الأولى لأمنها القومي المتعلق بالإقليم المغاربي مثل الأوضاع في ليبيا أو كذلك عن طريق محاولة كبح تحركتها الدبلوماسية على مستوى مجلس الأم الدولي حيث أنه نشهد بأن بعض الدول امتنعت أن التصويت للجزائر من أجل أن تتبوأ المقعد وهناك أيضا دول داخل مجلس الأم الدولي لحد الآن تعمل على عرقلة جميع القرارات والمشاريع التي تطرحها الجزائر ولكن في كل حالات هذا الاحترام هو الذي يجعلها تتبوأ مثل هذه المواقع وهو الذي سوف يجعلها أيضا مستقبلا تستطيع تمرير العديد من المشاريع لصالح القرارة الإفريقية ولصالح الدول العربية وأقبل كل ذلك لصالح الجزائر نفسها لأنه ببساطة عهدى لسنتين في مجلس الأم الدولي سيكسبها الكثير من الخبرة الدبلوماسية وأيضا يكسبها الكثير من السمعة الدولية نعم شكرا لك إذن محالي القناة الوطنية الأستاذ نبيل كحلوش نشكرك على تواجدك معنا في هذه الساعة الإخبارية اشتركوا في القناة